المترجم للقناة لمتابعة هذه البداية واعطاء الانطلاقة الأولى هنا لبدء التنافس في هذا السن سن المفاجآت كذلك نرحب بضيف البلاد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في دولة خطر واحد الأسماء التي ارتبطت بعالم الأصائل وهجن هذه المنطقة نرحب بكل الحضور الكريم والمتابعين لهذه البداية الأولى حيث استعد الجميع لانطلاق هذه الكاس كاس المفاجآت حيث تدور هذه الأسماء وهو الكاس المفتوح لسن اللقاية مسافة الخمسة كيلو مترات في صراع الانطلاق والتحدي بالإضافة إلى النصف مليون درهم إذن نرحب الجميع نبدأ ونرحب أيضا بمشاهدينا الأعزاء عبر قناة ياس الناقلة لهذه الانطلاقة هنا من هذا الميدان عاصمة ميادين السباقات وترحيبنا أيضا بمشاهدي قناة دوباي ريسنغ التي تتابع انطلاقات الهجن هنا في كل مكان نرحب الجميع نبدأ هنا من خلال هذه البداية الأولى نسير هنا في مراكزنا الأولى لمتابعة البدايات وكيف سيكون التنافس في هذه المسارات مسار الخمسة كيلو مترات نبدأ بالصدارة ونذهب إلى مقدمة الشوت في البداية وانتفاضة تبدأ أولا محمد بن حمد بن خليفة العطية في المركز الأول تليها في المركز الثاني أمخيف في المركز الثاني عبدالعزيز بن غانم بن سلطان الهديفي وهناك على المركز الثالث من يتابع هذه الإثارات القادمة وجود هسترة علي بن عبدالله بن أحمد المسند والمركز الرابع مباشرة إلى مفنودة لسعادة حميد بن سعيد النيادي على المركز الرابع وخامسا تتواجد مضاوي خليفة بن سعيد بن عبدالله المسند على المركز الخامس صراع خليجي لنيل هذه الكعس كعس الوثبة الخاصة أيضا بهذا السن سن المفاجعات ختام الختاميات الذي ينطلق في هذا الميدان هنا بتواجد هذه الأسماء والشعارات المتنافسة من كل دول الخليج إلى المقدمة مباشرة في وجود من انطلقت أولا من تحتفظ بالمركز الأول وهي انتفاض انتفاض محمد بن حمد بن خليفه العطية هي التي تقود المركز الأول تعلن أنه هنا خطرة على الكعس المفتوح كأس البداية الأولى المركز الثاني مفنود على المركز الثاني سعادة حميد بن سعيد عني يا دي يا سلام يا سلام يا سلام نوعيات خاصة نوعية المفاجآت نوعية التحديات الله 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 المركز الثالث وجود مخيفه عبدالعزيز من غانب بن سلطان الهدي في المركز الثالث وفي المركز الرابع هناك مباشرة من خلال هذه التحديات في خلال هذا التغيير وعوده إلى المقدمة وانذكر الجميع 1200 خط النهاية ينتظر القادمين سلام أبو محمد سلام ما شاء الله هي مفنودة من بين كل المشاركات مفنودة شكلا مفنودة أداء مفنودة شعارا متميزا ما شاء الله وتبارك الله سعادة حميد بسعيد النيادي يبدأ في هذه اللحظة بالكاس الأولى يعلن هذا التواجد يبتعد هنا يطير بالكاس أهلا بالكاس المبتوح كاس المفاجآت الله 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 الاسم ومن اختاره مفنودة في كل شيء مفنودة بالأداء مفنودة أيضا بهذه اللحظات الجميلة المتابعة هدي أعصابك يا أبو محمد الأمور على ما يرام الله 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 كاس المبتوح يذهب مع هذه الانطلاق مع هذه اللحظات وصل المتحدي وصل المتحدي سعيد محمد بن منان بنغ دير الاشتبي يصل للمركز الثاني يبدأ في هذا الصراح على المركز الأول فيه عند أداء وانطلاق ومنافسة ما شاء الله بدأ الكل ينطلق بدأت الأسماء وتأتي بدأت لحظات النهاية مفنود 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 وبوح بوح ما شاء الله 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 باحت بالأسرار وصلت هنا مع هذه الانطلاق فأقول سلام سلام زعبيل سلام الله 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 المتحدي وكعس المفاجآت للمتحدي مفنود في المركز الثاني سعادة سعيد بن حميد أو حميد بن سعيد النيادي المركز الثالث مضاوي خليف بن سعيد المسند والمركز الرابع هسر علي بن عبدالله المسند أما المركز الخامس فكانت غناضة لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري هذه الأسماء اللحظة الأخيرة الأمتار دق جارنا فقوس التحدي هنا في هذه اللحظات التحدي سعيد بن محمد بن منانه بن غدير الاشتبيل الذي يعلن تواجد هنا بشعار المتحدي يتحدى القادمين يتحدى المشاركين يعلن هذا التواجد على أرضية هذا الميدان ما شاء الله وتبارك الله صراحة التحدي تبدأ من أول الأشواط في هذا المسار سبع دقائق عشرين ثانية ستة من العجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني اللي بوح صاحبة المركز الأول كما باحت بأسرار المنافسة في هذا المسار المركز الثاني مفنود على المركز الثاني في انطلاق قوي ذا انتهانينة والنموس مع الدقائق سبع دقائق عشرين ثانية ستة من الأجزاء من الثانية سعادة حميد مسعيد النيادي والمركز الثالث طارت أيضا فيه في المداري والمركز الثالث موسيقى 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 موسيقى